بغداد أو انشئت أن تسميها دار السلام كما تستحق أن يطلق عليها دوما تستقبل معرضها السنوي للكتاب في دورته السادسة والأربعين بإدارة اتحاد الناشرين العراقيين المعرض الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس السابع من إشباط الجاري وتنتهي يوم الثامن عشر من الشهر نفسه ارتأى منظمه أن تحمل دورته الحالية اسم الروائي على مجذوب تكريما له ولأمثاله من ضحايا الإفصاح بكلمة الحق ممن طالتهم أياد الإثم التي لا تتسلل إلا في الظلام معرض بغداد الدولي للكتاب ورغم مؤامرات إفراغ البلد من محتواه الثقافي المستمرة لعقود في سنوات الحصار أو الاحتلال يواصل فعالياته بمشاركة لربما وصفها البعض بالخجولة من دور نشر محلية وعربية وأجنبية فالثقافة هي روح الحياة وشريان كل تقدم وأصل كل تقدم يعتمد على موجود الكتاب ومعرض الكتاب معرض بغداد اعتبره زائروه محطة تعكس ماضي المدينة العريق وأثرها في ثقافة الشعوب الأخرى أنا اعتبرها محطة حضارية تجتمع فيه دور النشر والمؤسسات وجزء من تسويق النتاج أو مخرجات الباحثين والعلماء والمفكرين والأدباء لتضع هذا المطبوع أو هذا الإصدار بيد القارة أو بيد المتلقي واقع المدينة وما تعانيه من ترد أمني وانهيار في البنى التحتية وتراجع على الصعود كافة قد يمنع مثل هذه النشاطات النهضوية وغيرها بعد أن أغرقتها قوة إقليمية وأخرى مستبدة في بحور الدم والظلام والتخلف والمرض والجهل وهي التي كانت منارة للعلم ومطمحا للعلماء